هذا وصف لحال أهل الكتاب يهود ونصارى وللمشركين الوثنيين من كفرة العرب هؤلاء كانت مواقفهم وتصريحاتهم أنهم سيبقون على معتقداتهم حتى تأتيهم حجة ظاهرة واضحة تكشف لهم زيف ما هم فيه وتدعوهم إلى النهج الصحيح ما كان ينتظره أهل الكتاب وكفار العرب قد جاءهم إنها بينة واضحة محمد أرسله الله بكلامه من عنده وقد جاءهم بصحف مطهرة وهو القرآن وما فيه من أحقاق للحق إنه كتاب مطهر من كل عيب إنه رسول يحمل صحفا مطهرة مستقيمة عادلة وأحكاما قيمة لعوجاج فيها وقوله فيها كتب لأن هذا القرآن يجمع خلاصات الكتب السابقة ولبابها فسماه كتبا بيانوا أن تفرق الذين أوتوا الكتابة اليهود والنصارى لم يكن لغباء وعدم وضوح الحجة بل تمزقهم شيعا ومذاهب كان بعد قيام البينة اتباعا للميول والشهوات فيما بينهم تفرقوا مذاهب متعددة وعندما جاءهم النبي محمد بالمعجزات الواضحة اختلفوا أيضا منهم من آمن ومنهم من اتبع هواه وأصر على كفره وخص سبحانه هنا أهل الكتاب لأن أصاف النبي وعلاماته كانت عندهم وكانوا ينتظرون بعثته هذا بيان ما أمر به أهل الكتاب ما أمر إلا بعبادة الله عبادة خالصة له وحده ولوجهه ويكون الدين التوجه إليه فقط حنفاء مستقيمين على الدين مجانبين لكل أشكال الشرك ويقيم الصلاة يؤدون الصلاة بكل أجزائها وشرائطها ومقدماتها حتى تقع مقبولة مرضية ويؤت الزكاة أمر أن يعطوا الزكاة إلى الفقراء وأهل الحاجة وذلك دين القيمة أي ما أمر به ذلك كله دين الملة المستقيمة الصحيحة التي لم تتعرض لعمليات التحريف والتشويح هذا جزاء الذين كفروا يهودا ونصارى ووثنيين برسالة الإسلام ونبيه بعض وضوح الحجة لهم هؤلاء لهم نار جهنم مخلدين فيها أبدا وأولئك هم شر الناس على الإطلاق وأسوأهم لأن المعجزات بين أيديهم فينكرونها ويصرون على كفرهم وبذلك أيضا يقطعون الطريق على غيرهم ممن لهم قابلية الهداية هذا فريق الإيمان فريق آمن بالله ورسوله وكتبه وعمل الصالحات أولئك هم خير البرية البشرية عقيدة وعملا هذا ما أعده الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاؤهم جنات عدن بساتين الإقامة فيها دائمة وهي لهم وتجري الأنهار من تحتها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم لإيمانهم وأعمالهم الصالحة وطاعتهم له وردوا عنه ردوا بما أعطاهم واطمأنت نفوسهم إلى عطائه ذلك لمن خشي ربه ذلك الجزاء لمن خاف ربه بعد أن عرفه وعظمه وخضع لجلاله